موسيقى في البداية مرتاحين على وضعهم كثير هم تطوروا في الأداء السؤال هنا هل تطور الأمن أيضا في هذا الجانب هل لديه هاجس في حماية الناس لأن السرقات يعني في ازدياد وإذا كانت السرقات في ازدياد معنات الناس تطوروا والأمن لم يتطور يعني الشرطة لم تطور لأنه إذا هذه السرقة في النهار ولم يتم الإعلان من الشرطة اللي تم القبض عليهم ويبدو لي حسب الشكاوى اللي تصنى أنه أصبح هذا الأمر يعني عادي ومستشري لسيارات لخزنات أو خزائن الحقيقة شي مؤسف وفي جرس انذار يعني لا بد أن تنبه الجات الأمنية لأنه في بناس بيوتهم السرقة يعني في الرياض وفي جدة وفي المنطقة الشرقية وفي طبعا المناطق النائية طبعا يعني لولا بعض الروابط الاجتماعية اللي تحمي أحيانا والناس يعرفون بعضهم أكثر يعني كانت أكثر مع العلم أنه أيضا يحدث السرقات إذن فيه ازدياد في عدد السرقات وعدم تطور ووعي في الجهات الأمنية ونحن نتكلم كنتائج إذا عندهم أي دليل آخر ينفي كلامي أنا ما عندي مشكلة لكن يسألون أنفسهم ومسؤولينهم الكبار يتمعون فيهم أيضا ويجبون إحصائيات هل انخفضت السرقات خلال الثلاث سنوات الأخيرة عم زادت هل تطور أداء الجهات الأمنية عم انخفض من قياس تطور الجهات الأمنية يأتي من خفاض السرقات وأيضا القضاء على كل نوع جديد أو شكل جديد أو نمط جديد من نماط السرق خلالنا تتطور فعندما يشتعل العقل الذي يسرق لا بد أن يشتعل العقل يعني يشتعل إبداء العقل الذي يحمي الناس ويجعلهم يأمنون من خوف